بصي وفاة إن هي ست مصرية موجودة في وسطينة عايشة في وسطينة هو المسلسل باختصار بيتكلم على قوانين الأحوال الشخصية إحنا بنتكلم على قانون الأحوال الشخصية في مصر وبنتكلم على إن القانون ده اتعمل من 100 سنة اتعمل سنة 1920 تقريباً 1922 فالقانون ده قدم قوي ومش موازي للزمن اللي احنا فيه بكل التفاصيل يعني احنا بنتكلم فاتن أمل حربي امرأة متزوجة معها بنتين وبيحصل الطلاق فإيه اللي بيحصل لها بعد الطلاق إيه المواقف اللي هي بتعدي عليها والله مرت كثيري أنا متابعة المسلسل فهو ده باختصار يعني فأكيد طبعاً المسلسل يمس كل امرأة لأن بنعدي على قوانين معمولة وقد يعني في قوانين موجودة فعلاً بس عقبال ما تغذي حقك عقبال ما ييجي دورك يعني الله أعلم كم سنة بقى هتعدي صح والتغيرات اللي قاعدة تصير أصلاً في المجتمعات يعني بها إيه تفضلي تغيرات اللي قاعدة تغيرات تغيرات اللي قاعدة تغيرات تغيرات اللي قاعدة تغيرات اللي قاعدة تغيرات تغيرات اللي قاعدة تغيرات اللي قاعدة تغيرات اللي قاعدة تغيرات المشروع